الأكاديميات الخاصة ظاهرة أصبحت منتشرة منذ سنوات في تونس أكاديميات يراها البعض فقط فضائط للترفيه وتأثير ناشئة بينما يصر البعض الآخر على أهمية دورها في تكوين لعبي كرة خدم محترفين للمستقبل على عكس الجماعية الرياضية فإن الأكاديميات الخاصة تفتح أبوابها للجميع دون المرور بالاختبارات الفنية الكلاسيكية نقطة تجعل فرصة تسقلها واكتشافها للمواهب أكبر خاصة وأن أغلبها يعتمد على مؤطرين ومدربين متخارجين من المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية التكرار هو اللي يخلي صغير يتعلم يعني نواصع بيننا هذه الأكاديمي اللي حاجة يتميز الأكاديمي على الجمعيات هي الحاجة هذه أنه نقبله أي صغير مهما كانت المهارات متاعه نحاوله نقطروه ونحاوله بشوي فيه يتصلح يعني سؤلاء الخدمة اللي نخدموها أحنا معه فما برشة عناية بالصغيرات يخدموا على توسكي سلوك منتها بالنسبة لي أنا الأهم اللي رأى التوازن النفسي متاع الصغير في الجمعيات بلي بلي ما فميش برشة عناية وبرشة لهوة بالصغيرات الحقيقة نقطة أخرى مهمة عند الحديث على التكوين القاعدي هي الإمكانيات المادية الملاعبة وسائل العمل المتوفرة في الأكاديميات الخاصة والتي تعتبر من أكبر المشاكل لدى الجمعيات الرياضية إمكانيات تضمن تكوين وتأثير أفضل لللاعبين النشئين للمشاكل لدى الجمعية مع صغيرات الأكاديمية سهمت في تطور وتكوين عدة لاعبين وعدد مدربين فما لاعبين انتقلوا لجمعية كبار في دوريات أوروبية وفما لاعب انتقل لمؤخراً للقلات السراي عنا مدربين زادة في الخليج الأكاديمية تقوم بتأثير اللاعبين في كامل وجهة في كرة القدم مدربين كيف كيف يكون لهم الفرصة بش يتكونوا عاز تكوين رغم كل مسبق ذكره فإن الأكاديميات الخاصة تبقى مماول ضعيف للأنديا في تونس على عكس البلدان المجاورة فما الذي يمنع أن يتم إدمجها في منظومة التكوين وإرساء تجارب شركة مع الجماعيات الرياضية من أجل تحسين الصناعة الكروية في تونس من ناحية الكم والكيف ترجمة نانسي قنقر